السلام عليكم حياتكم في مقطع الأفلام اللي ما عجبتني في عام 2021 يا جماعة الخير هاي مقطع سنوي وأعرف إن عيد من الأفلام اللي راح أذكرها لها جمهور كبير بوائد الناس حبوا هالأفلام دي بس هاي رأيي الشخصي أنا عيد وأكرر للمرة المليون في مقاطعي وحتى في الإستجرام هاي رأيي الشخصي كلامي غير مقوش على الحجر وأتفهم أتفهم من الحين قبل تكتبون أي تعليق بتقول الثقافة السنمائية ضعيفة وإنتوا فهمين السنماء أكثر مني أحترم رايكم مستقبل السنماء آمن في يدكم خلوني أنا مع 2600 فيلم تشبتم في حياتي خلوني أوكي يعني عدد بسيط لا أبقى أسبح وأنت أكيد شايفين 10,000 فيلم في حياتكم It's okay ما عندي أي مانع فبس أبقى فضفض عن ذي الأفلام Take it easy فسووا لكم تشاي أو كوفي أو أي شي تحبون تأكلونا وخلوكم معي فيماكس العاش عندنا فيلم هالوين كيلز يا جماعة للخير هالفين ترى خيب أماني صج أنا أحب مايكل مايرز أحب أفلام الرعب أحب أفلام السلاشر أفتقد أفلام السلاشر أوه سكريم ينزق بسبوعين سكريم يا سلام المهم هالفلم فقد المنطق في العديد من الأماكن أتفهم أتفهم أن أفلام السلاشر لازم يكون القاتل صعب أنه ينصاد أو أن أحد يقتله أتفهم بس هالفلم كان أوفر لأن مايكل مايرز شخصية إنسان ليس فيها أرواح شريرة مثل جيسون أو فريدي لا هاي إنسان عادي عمره فوقه الستين لا لحين هذوه قاعد يذبح ويمشي فما عجبنا نعنى هالشي وحتى بعد علاقة مايكل مايرز بلوري سترود كان شي مخيب للأمان وأنا متفائل بحذر أو خنقل متحمس بحذر لفيلم هالوين انتز في مركز التاسع عندنا فيلم مورتل كومبات تجمعت الأخير بعد هالفلم صج خيب أمالي بحكم أن أحب اللعبة أنا أعب العترة من الزمان حتى الأفلام القبلية التشيزي الباد استمتعت فيها كان فيها روح مورتل كومبات هالفلم حسيته ناقص ما في المورتل كومبات الفايتس اللي أنا أبقى تشوفهم حتى لو كان في فايتس موجودين ما كانوا يبردون القلب وايد شوزين لو سووا فيلم في قصة يعني أوريجين زمالة سكوربيون ناس فيلم الانيميشن شون بيطلع شي عادل بس هاي فرصة ضايعة في معكز الثامن عندنا فيلم سبايرل يلي يزعم طالع من فيلم سا اللي للأمانة ما كان لهم سال فيش سوون هالفلم وبعد تخيلوا في هالفلم ساميال إيل جاكسون الأسطورة فيه طبعا كروس راك بس حتى ان طلعت الفلم هنا كنت قادة أقول قصة البلات الريفيل يعني ما في أي شيء أقدر أقول عنه استثنائي أفلام سا خصوصا أول ثلاثة أجزاء فيها عامل التويست استعامل الصدمة ما تعرف مين معاك مين ضدك هالفلم حاول يسوي هالشي بس كان واضح في الملاكز السابع عندنا فيلم رونج ترن اللي طلع عن الأفلام القبلية اللي كان ممكن يكون ريبوت جدا ذكي وعنيف ودموي ومخيف وصادم كان ممكن يساون وائد أشي مع هالفلم خذو شي يزعم له عمق اجتماعي وحركات معينة بس الاخراج كان ضعيف حتى عملية بناء الأحداث وشون هالشخصيات ذي راحوا للرونج ترن كان شي شوي أحمق تذكروا مكطاع الجذع اللي طيح أوه ماي جاد يعني كمان خصوصا إحنا عشاق الرعب شفنا واحد أفلام أهم شي شم تقنعون المشاهد ليش هالشخصيات راحت دين مكان هالفلم يعني يالله خلنا سأل لك الموضوح حصلت هنا فلوس خلنا سأل رونج ترن في ملاكز السادس عندنا فيلم Don't Breathe 2 أنا عفو أنه واي منكم حابه الفلم واي ناس كتبولي في قسم التعليقات أنا فقدت الجوهر ما شفته ما ركز كنت نايم حبايبي ترى هاي فيلم يزعم رعب وإثارة جزء ثاني سووه عقب نجاح الجزء الأول هاي مو فيلم Inception عشان أركز فيه مئة بالمئة هاي مو فيلم Space Odyssey ولا Blade Runner 2049 فيلم مفروض يخلني أقع لأتشوف ناس يقتل هالبطل ويحمي البيت وبس that's it مو لازم أتشوف دراسة عن حياته لأن الستاب والتجهيز داخل هالفلم مو بشي عميق ولا حتى خلاني I care about it معنا أنا حبيت الجزء القابلي بس الجزء الثاني صاير يبينهم سيماس حلب يلا خنا نكمل القصة الفانس حبوا واحد عمي يعني يدافع عن نفسه ويذبح الأوادم يلا جزء الأول كان فيه عمق yes من ناحية أنه كسر الخاطر عقب في بعض الأحيان الفيلم يحسسك أنه صاير الفيلن فيها الانفصام النفسي والعقلي الجزء الثاني لا وويد أشيه does not make sense ويد أشيه مو ممطقية في المراكز الخامس عندنا فيلم The Unholy فيلم رعب أنا كنت متحمسة للأمانة وعنا حتى الدعاية قلت يمكن ما يطلع فيلم حلو بس أفلام الرعب صراحة تكون مظلومة بشكل عام أنا من الناس لي دائما برح أشوف أفلام رعب Good or Bad برح أشوفهم هالفيلم ذي صج يعني من أول ما شفته عرفت البلوت وعرفت شنو الانهولي عرفت الحبكة بالضبط وقلت أخ يعني فرصة ضائعة صج حتى لو القصة مكشوفة لو مع مخرج ثاني كان ممكن يلعب في عامل الغموض ويحط تويست القصة مو بأوريجنال بس لأسف الفيلم اعتمد على الجامب سكيرز وأنا عرفت النهاية وما شفت شي مميز عشان يشفع للفيلم كتبها ساي مراجعة عنه بس تكيسلت للأمانة بس أناوي تبت تشوفونا تشوفو في المراكز الرابع عندنا فيلم نتفلكس Things Heard and Seen هالفيلم اللي صج في بعض العوامل اللي ممكن تخليه يكون فيلم قوي ولكن إخراج ضعيف وحب كمتدهورة إن الفيلم تده بشكل معين عقوب بس تفكك وروح بحيث أنا يعني مخلص فينك تقول واذا هال صار؟ ليش؟ ليش الفيلم خذها المنعطف؟ في أفلام حق نتلفكسها جماعة الخير تبدي بشكل قوي بس بعدين إنها يعني دمار وخيبة أمل منهم هالفيلم وفي مراكزة الثالث عندنا فيلم Fast and Furious 9 أعافة جماعة الخير إنه في واي الناس يحبون هالفيلم ويحبون هالسلسلة ذي وأنا مضد أفلام الفان فان فان بس هالفيلم ما كان فان 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 كان كريزي 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 كان فيلم جنوني مو بشكل إيجابي هالجزاء ترى وصل للفضاء من صجي ترى والقصة والعالم يعني ما تخليني أصدق هالشي كلش عالم Fast and Furious خنقول محكور في الأرض هاي مو مثل أفلام Mission Impossible أو مثلاً فيلم جيمز بون أو فيلم The King's Made بحيث إنه ممكن أصدق إنه هالشي يصير لأن الأفلام ذي كونت العالم بحيث أنه ممكن أتقبل شي جنوني وشي لا يصدق Fast and Furious أوكي في أبعد أشياء جنونية وشي ما تصدق على الأرض أنا سيارة تنقلب وكل شي فاين بس خلوكم في الأرض وبعدنا دائماً أذكر روحي ترى ذنين مو بشرطة ولا انتر بول ولا جواسيس من أنت عشان تنقذون العالم كمرة؟ أو صح وي أور فاميلي أوكي فاميلي فاميلي يعطيكم العافية في مركز الثاني يا جماعة الخير Resident Evil Welcome to Raccoon City صراحة كنت بحطة دي المركز الأول بس فيه فيلم يعني أسوأ منه هالفلم صج خيب أمالي أنا أحب Resident Evil قلتها الشيخ المراجعة تكلمت عن لعبة Resident Evil 3 و Resident Evil Village أحب هالعالم هالفلم صج 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 كم وخيب للأمال طلعت من السينما صج كنت زعلان زعلان و كنت أب يعني كنت أبي هالفلم تورك كنت أبي ينجح كنت ما قدرت يعني ما كانوا بيسوون فيلم مقتبس من اللعبة وفي أشياء معينة وحطوا بعض الأشياء بس التنفيذ كان تعبان بحيث خلاني أقدر أفلام Resident Evil القبلية اللي مختلفة ويد عن عن العاب Anyway صج فيلم نعور القلب ليش؟ ليش؟ و قبل أن أقول لكم المركز الأول لجماعة الخير في بعض الأفلام اللي تستحق الذكر المركز الأول لجماعة الخير في المركز الأول لجماعة الخير أكثر فيلم ما عجبني و كرحته في عام 2021 فيلم النقاد حبوه و فاسي مهرجان كان و وايد الناس متحوه بس أنا ما حبيت هالفيلم كلش 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 أنا أتكلم عن فيلم تتان يا جماعة الخير إذا هاي يسمونه فن أنا أتبرى من الفن إذا هاي صدتش تشوفونه فن سينمائي عظيم أنا أتبرى منه فيلم قذر لأبعد حدود فيلم صج صج يلوع الجبد التلميحات اللي فيه صج خلتني أشمئز من الدنيا بقول لكم شي بسيط ترى عن الفيلم يكن يكون حرق ترى القصة شوي فيها وايد عوامل بس البطلة الأساسية تمارس مع السيارة مع السيارة مو بداخل السيارة السيارة وتحمل من السيارة وتولد من السيارة تأتي بيبي من السيارة شكلي ياه المرة تشوفونه الفيلم وفيه تلميحات ثانية جدا غير أخلاقية لأبعد حدود والله قصة عن الأب مع ولده كدب وزوع والله العظيم الفيلم كلش أزعجني بالأبعد حدود فيلم وصخ أعطيه سالب 100 من عشرة وأكرر إذا أنتو تشوفون إنه الفيلم دي كريت سينما كيفكم؟ هراكم الشخصي نحترمها بس أنا أتبرى منها الفن أتبرى منه وبس ها جماعة الخير هاي الأفلام اللي ما عجبتني في عام 2021 مسامح حوالي اشتطيت في النهاية بس هاي الواقع المرير كتبوا لي شنو أسوأ عشرة فلام شفتها في عام 2021 وإن شاء الله عام 2022 تكون سنة أفضل لنا جميعاً فإذا حبيت هالفيديو دي طقونا لايك وشير وسبسكرايب وفولوا ببعف وسائل التواصل الاجتماعي يلا يا جماعة نشوفكم على خير اشتركوا في القناة